تشدد مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة التزامها بالحفاظ على اللغة العربية عبر إطلاق دورة جديدة واستثنائية من مبادرة بالعربي التي تم الإعلان عنها أمس في مركز الشباب بأبراج الإمارات وتتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر من كل عام ودعت وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام جميلة ألمهيري أفراد المجتمع للتفاعل مع الوسم المخصص للمبادرة في العالم الرقمي